بسم الله الرحمن الرحيم لا تخرجوا من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعن الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدن منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بانغ نمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولل ليس من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشغر ولل أن لم يحمد وأولاك لحما لأجرهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتنهوا بينكم بمعروف وإن تعاسرت فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأج من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا مكرا فذاقت وبان أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولينا الباب الذين آمنوا قد أنزم الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخل جنات تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر